على الرغم من أن اتفاقية السلام التي تمت في بريتوريا جلبت أملا لمئات الآلاف من الأشخاص الذين شاركوا في إطار نظام التقاعد لسنوات ولكن لا يزالوا يفقدون أرواحهم الثمينة بسبب نقص القذاء والأدوية على أساس يومي عند حفت برها هي سيدة تعاني من مشكلة في الأعصاب وفقدت زوجها نقوس بسبب ارتفاع ضغط الدم منذ عام مما ترك العائلة بالكامل في ظلام كان زوجي متقاعد اعتدنا على العيش بالاعتماد على دخله الآن لدي ألم في الحلق بعد وفاته وأنا حاليا مسؤولة عن عائلة مكونة من ستة أفراد دون إيجاد شيء لإطعامهم لقد توفي زوجي بسبب نقص الأدوية قبل عام علاوة على ذلك أنا ليس لدي عمل إضافة إلى مرض العصب في وجهي وقدمي هذه أيضا ابنتي التي تعاني من ضعف السمع لذا فجميع أفراد الأسرة في خطر وتحدث برها ملس ابن زوج اند حفتي عن الحالة الحالية عن أفراد أسرته هذا البيت ينتمي لنقوس الأب المتوفي بسبب ارتفاع ضغط الدم قبل عام والذي اعتاد على طعام نفسه وأفراد أسرته براتب التقاعد ووعد وفاته أصبحت العائلة بأكملها على وشك الموت وأعربوا كل من اند حفتي وبرهي عن سعادتهم فيما يتعلق بصفقة السلام الموقعة في بريتوريا جنوب أفريقيا وأيضا نادوا من المجتمع الدولي العمل من أجل تنفيذ الاتفاقية بشكل كامل على أرض الواقع أولا لطالما كانت إرادة شعب وحكومة تقراي هي السلام نحن اضطررنا للخوض الحرب وعندما أراه الآن كان ليس من الضروري ولكن الآن أنا سعيد جدا بشأن الاتفاقية بالرغم من الوهم حول تنفيذها بشكل كامل على أرض الواقع السلام شيء جيد والآن نحن في راحة كانوا أطفالنا يعانون من الرعب في الوقت الذي يسمعون فيه أصوات قوية السلام حقا لا يقدر بثمن وإلى جانب ذلك يجب استعادة القدمات الأساسية سيساعد الناس بعضهم البعض إذ تم استئناف القدمات الأساسية في تقراي رئيس جمعية المتقاعدين في مدينة مغلة قبر ميكيل نقوسة يقول أنه مر أكثر من أربعون يوما على اتفاقية السلام ولكن لا يزال أعضاء الجمعية يعانون بسبب نقص الأغذية والأدوية تم وقف إعطاء رواتب للمتقاعدين لأكثر من عامين الآن ولهذا السبب يعانون أعضاءنا من أمراض عدة والمجاعة والعديد يفقدون رواحهم بسبب ذلك حتى الآن وقبل أسبوع فقدنا ثلاثة أشخاص بسبب عدم توفر الرواتب ونقص الأدوية والغذاء ولذن نحن أملون أننا سوف نكون مرتاحون بعد هذه الاتفاقية التي تمت وسوف نحصل على المال وسيتم تقليل مشاكلنا ونادو من المجتمع الدولي على أن يضغط بشدة لكي يتم تطبيق الاتفاقية بشكل كامل على أرض الواقع ولكي يتم استئناف الخدمات الأساسية كالاتصالات والبنوك وغيرها في تسجراي ترجمة نانسي قنقر